حياكم الله مشاهدين و اهلا بكم في حصادنا لهذه الليلة والبداية بابرز العناوين اذا مشاهدين ها هي العطلة التشريعية لمجلس النواب تختم ايامها ومع بداية الفصل التشريعي الجديد هناك الكثير من القوانين بانتظار اقرارها يتم حسم الامر فيها وابرزها قانون الموازنة التي قضت مطجع المواطن وكل شيء ما يزال بانتظارها حتى القوانين المعلقة الخدمية التي تحتاج لمخصصات مالية ليتم العمل عليها وتنفيذها وهناك ايضا بعض القوانين التي خضعت للقراءات الاولى او القراءة الثانية لا بد من النظر بها اذا هذه كلها تحديات تحيط مجلس الوزراء والانظار تترقب بنجاحه ام اخفاقه في اداء واجباته في الفصل التشريعي الجديد اما في ملفنا الثاني لحصاد الليلة مشاهدين فالجانب الرياضي واقامة بطولة كأس الخليج على ارض البصرة ونجاحه في تنظيمها وتقديمها بالشكل الاكثر تميزا بين النسخها السابقة يدعم كثيرا من جهود عودة العراق لاحتضان المحافل والكرنفالات الرياضية العالمية بعد عقود طويلة من الحرمان فموقع البلاد على الخارطة العالمية الرياضية اصبح اقرب من اي وقت مضى فالبطولة الاهم خليجيا فرصة ذهبية لواقع كرة القدم في العراق واختبار حقيقي نجح العراق في كسبه وصولا الى التفكير في الحق المشروع بالحصول على اللقب بعد الغياب الطويل خاصة ان عاملي الارض والجمهور اجتمع لأول مرة فكأس الخليج البطولة المهمة في مسيرة العراق الكروية ومحاولة لتوثيق العلاقات في كل المستويات وما يطبعه من اهتمام سياسي واعلامي وحضور المشجعين انما يمثل في الواقع رسالة دعم للشعب العراقي فضلا عن كونها تمثل بدء مرحلة جديدة من العلاقات في المجالات الاقتصادية والرياضية والاجتماعية والدينية والعشائرية ومن ثم فان كل هذه الصلاة تمثل تقاربا رسميا بين الدول الخليجية مع العراق الموزنة العامة للدولة مشاهدين جعلها المواطن مترابطة بعادة استئناف الفرلمان لمزاولة عمله او عمل نوابه بعد غياب 30 يوم عن تشريع القوانين في العطلة التشريعية ليكون الفرلمان امام ضرورة الانتهاء من ملف الموازنة العامة وكذلك بعض القوانين التي تم تعليقها والتي لم تختلف باهمياتها عن الموازنة العامة حيث توقفت بعض المشاريع الخدمية على الموازنة والمخصصات المالية لتنفيذ مشاريع الخدمات المزيد مع الزميلة نوها الشامري اختبارات ما بعد العطلة مع اعادة استئناف البرلمان الى مزاولة اعماله النيابية وانتهاء عطلته التشريعية هناك تحديات كثيرة بانتظاره خصوص العراقية ترقب اقرار الكثير من القرارات والاستحقاقات التي يجب ان يركز عليها البرلمان في الفصل التشريعي الجديد لا سيما قانون الموازنة العامة التي صارت تشكل كابوسا للمواطن خوفا من تأخيرها لوقت اكثر انا اعتقد انه عودة جلسات مجلس النوابية يجب ان تركز على موضوع مهم جدا وهو اكمال قرار موازنة عام ٢٣ هذا الامر مهم جدا وهم الشراح مهم في الشعب العراقي والجميع ينتظر وسبا كان على مستوى النخب او الجماهير الشعب العراقي هذا الامر يحتاج الى ان تكون الارادة السياسية وارادة الحكومة تتظافر وتتزامن بشكل حقيقي علما انه اليوم موضوع الموازنة بدأ يؤثر على حتى الخلافات الكردية فيما بين الاحزاب الكردية في قليم كردستان فالقوانين المعطلة ما تزال بانتظار مجلس النواب ليتم الشروع بأولى جلساته ومناقشة ما عطلت من قوانين بينها ما مرر لقراءة اولى واخر قراءتين فهناك الكثير من المشاريع الخدمية المتلكئة تترقب تمرير القوانين منها قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد وكذلك ما يخص مكافحة الفساد بقسميه المالي والادارية بما يتناغم مع برنامج حكومة الخدمات شارع العراقي يترقب عودة انعقاد جلسات مجلس النواب العراقي وذلك لوجود الكثير من المشاريع المعطلة لا سيما هناك بعض القوانين الملحة وحاجة الشارع العراقي إلى التصويت عليها منها مشاريع البنى التحتية والاستثمار بما يخدم الاقتصاد العراقي وأنه بالمستوى والارتقاء بالمستوى المعاشي والاقتصادي للمواطن العراقي القوانين المرتقبة لم تكن أقل أهمية من الموازنة والفساد فالأنظار تتجه صوب البرلمان من قبل الأوساط الشعبية والسياسية لإنهاء العقبة المالية في الدولة حيث صرح المعنيون في وزارة المالية أن الموازنة على أبواب التصويت عليها وربما يتم إقرارها نهاية الشهر المقبل نهاي شماري الأيام الفضائية أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا وللحديث أكثر عن تفاصيل هذا الملف نرحب سويتا بضيوفنا الكرام بصوت والصورة من بغداد المحلل السياسي الأستاذ رياض الأحيلي أهلا بكم سيد رياضة وأيضا ترحيب المحلل السياسي عمر الناصر أهلا بكم سيد عمر وأبدأ معك سيد رياضة بعد أن تابعنا هذا التقرير برأيك ما هي أبرز تحديات الموجودة أمام البرلمان في فصله التشريعي الجديد؟ بسم الله الرحمن الرحيم تحية طيبة لكم وإلى ضيفك الكريم وإلى مشاهدي قناتكم الكرام بالتأكيد يعني هناك كان يعني نقول خمول نوعا ما في أداء البرلمان في الفترة يعني الفصل السابق يعني لم يكن هناك أدائه بموضوع أقرار القوانين هناك كانت قوانين تحتاج إلى التصويت مهمة مثل قانون الضمان الاجتماعي وقانون الرعاية وغيرها وقانون تعديل سلم الرواتب كانت لم يتم النظر فيها كان هناك ربما قد يكون بسبب ربما الاختلاف في وجهات النظر بين القوى السياسية وأيضا ربما هناك أيضا تأخير من قبل حتى رئاسة البرلمان بهذا الصدد لكن نقول صراحة يعني الآن يعني الكرة في ملعب المجلس النواب باعتبار هناك تحالف ما يسمى بإدارة الدولة وهو يضم تقريبا أغلب الكتل المكونة البرلمان عليها يعني مثل ما اتفقت في موضوع منهاج الوزاري وموضوع تبرير حكومة السوداني والآن لاحظنا هناك إنجازات نوعا ما لحكومة السوداني بدعم من هذه القوى السياسية تحتاج إلى تكاتف وإلى تعاضد الكتل السياسية بموضوع تحريك البرلمان لإقرار القوانين الملحة والتي يحتاجها المواطن أو بتماس حقيقي مع المواطن بهذا الفصل الذي سوف ينعقد والذي أعتقد أمامه كثير من القوانين هناك قوانين ربما ترحلت إلى هذا الفصل يعني تم مناقشتها من قبل اللجان اللجان أيضا لم تكتمل يعني لاحظنا هناك لجان تحتاج إلى إكمالها حتى يمكن أن تمارس دورها الرقابي لاحظنا أنه الدور الرقابي لم يكن بالمستوى المطلوب خلال الفترة الماضية الفصل السابق نعم طيب سيد عمر أهلم بك مرة ثانية برأيك إلى أي درجة الانسجام متوفر ما بين الكتل السياسية في البرلمان من عجل إقرار القوانين مثلا قانون الموازنة يمكن أنه أهمها والكثير من القوانين الأخرى تحية مسايا لجنابك الكريم ولضيفك الكريم في الطرف الآخر يعني وليس بالضرورة أن يكون هناك انسجام حقيقي ما بين الكتل السياسية في الوقت الحالي لكن الأهم من ذلك أن يكون هناك اتفاقات موحدة على أن تكون الرؤى متشابهة حتى لا يذهب المشهد السياسي إلى انشقاقات وإلى انشطار حقيقي ربما سوف يؤثر على عمل البرلمان في الأيام المقبلة الجميع يعلم بأن هذا الفصل سوف يكون فصل مختلف تماما عن ما رأيناه من الفصول التشريعية السابقة وأنا أعتقد بإمكاننا أن نطلق عليه هو الفصل التشريعي للإرادة السياسية أي بما معنى أن تكون هناك إرادة سياسية حقيقية مختلفة وقادرة على أن تلقي بظلالها الإيجابية على أرض الواقع الجميع يعلم بأن مجلس النواب كان معطل منذ عام 2003 ولم تكن هناك رقابة حقيقية لأداء المجلس والأسف الشديد موضوع مكافحة الفساد وموضوع الموازنة ومواضيع أخرى تتعلق بخرق السيادة العراقية هي كانت من أولى الأولويات التي ينبغي الالتفات إليها من قبل القائمين على هذا المفصل ولكن أنا أعتقد بأن هذه المرحلة ستكون هي مرحلة اختبار حقيقية لأعضاء مجلس النواب المحترمين ولكل القوى السياسية المنظوية تحت لواء ائتلاف إدارة الدولة الاعتبار بأننا اليوم أصبحنا بمرحلة حقيقية لأن تذهب هذه الحكومة إلى تحقيق شعار حكومة خدمية وطنية لأننا اليوم بدأنا نلمس بصورة واقعية وحقيقية بأن المطالب التي تقدم بها الشارع ربما سوف تكون هي بمثابة الشعر التي ربما سوف تقطع في الأيام المقبلة إذا لم يتم تصديد الضوء على أهم المفاصل التي هي بمساس بحياة المواطنة نحن نتأمل ولكن التأمل ليس فقط هو الوحيد الذي سوف يخرجنا من عنق الزجاجة أعتقد بأن تضافر جهود القوى السياسية أصبح اليوم ضرورة ملحة ولكن يبقى كل شيء هو تنظير إذا لم يجلس الأخوة السادة النواب في تحت مجلس قبة مجلس النواب وأن تكون لديهم قرارات جريئة وصارمة للارتقاء بملفات مهمة وحقيقية قادرة على إعادة فقة الشارع بالطبقة السياسية القبضة للسلطة طيب أعود لك سيدة رياضة بالنسبة إلى قوة الإطار الشيعي برلمانيا إلى أي درجة رأيك راح تساعد على الحكومة بتنفيذ برنامجها الحكومة؟ بالتأكيد يعني هذا الدعم هناك دعم حقيقي من أغلب قوة الإطار التنسيقي لمنهاج حكومة السوداني وإلى يعني في كمالها خاصة هناك الموازنة وهي الاختبار الحقيقي هناك دعم حتى في تمرير الموازنة هناك من أغلب القوى السياسية ولاحظنا أنه استطاعت هذه الحكومة من تحقيق بعض الإنجازات نتيجة هذا الدعم الحقيقي من قول الفاعلة في الإطار التنسيقي بموضوع يعني الموازنة الآن سوف ربما تمرر باعتبار الآن هي قيد الإنجاز في دراستها من قبل وزارة التخطيط ووزارة المالية مع الوزارات ذات العلاقة بحيثياتها وجزياتها وتحتاج إلى دعم حقيقي من قبل القوى الإطار التنسيقي في البرلمان حتى يمكن تمريرها ربما هناك أيضا خلافات قد تنشئ بموضوع حصة الإقليم وموضوع النفط والغاز وغيرها من الخلافات تحتاج إلى تعاضد من قبل الإطار التنسيقي بهذا المجال خاصة هناك قوى مؤيدة كثيرة في البرلمان لتمرير هذه الموازنة التي أصبحت حاجة ملحة للمواطن في مستوى الخدماتي في مستوى المعاشية هناك دعم كبير لا محدود نقول صراحة لهذا التوجه من قبل قوى الإطار التنسيقي في البرلمان وأعتقد هناك سعي حثيث حتى لتحريك البرلمان خلال هذا الفصل يعني بموضوع حتى الحكومة تحتاج إلى قوانين عاجلة لتنفيذها لأرض الواقع ربما تمز حياة المواطن وتحتاج لهذا الدعم أعتقد هناك تصريحات من أغلب قيادات الإطار التنسيقي والبرلمانيين الإطار التنسيقي بهذا الخصوص بهذا التوجه في دعم الحكومة في مجال الخدمات في مجال الرعاية الاجتماعية مثلا قانون سلم الراتب هناك أيضا جرى الحديث أنه سوف يتم إقراره في تعديله أيضا قانون الاستثمار الصناعي وهو الذي يخدم شرائح كثيرة من العاطلين وربما يساهم في تحريك الاقتصاد العراقي أيضا هناك قوانين مهمة تحتاج إلى دعم يعني نواب الإطار التنسيقي مع القوى الأخرى التي هي متحالفة مع الإطار التنسيقي وأعتقد هذا سوف يمهد الطريق أمام تنفيذ الحكومة لمنهاجه خاصة يعني الموضوع الموازنة والتطبيق العملي لهذا المنهاج في المرحلة المقبلة طيب سيد عمر اليوم كان هناك تصريحات أو مؤتمر لرئيس مجلس الوزراء السيد السودان استعرض بها منجزات الحكومة وركز على إبطال أو إلغاء قرارات الحكومة حكومة تصريح الأعمال السابقة لكن إلى أي درجة كانت هذه القرارات من الحكومة السابقة قد أضرت بحيث الحكومة جاءت هذه لإلغائها من ضمن التحسينات في برنامجها الحكومي يعني في الحقيقة علينا أن لا نصلط الضوء على الإخفاقات والسلبيات لأن هناك بعض الوسائل الإعلام الذي ربما سوف تجير مثل هذا الموضوع بطريقة خطرة ستؤثر على المشهد السياسي الحالي وربما سوف تؤثر على منهاج السيد محمد الشيع السوداني من التنفيذ أنا أعتقد بأن اليوم علينا أن تكون لدينا خطوات نوعية وأن لا نجتر أخطاء الماضي لأن هذه الفترة هي فترة حرجة للغاية ولكن تبقى حكومة السيد محمد الشيع السوداني هي مقيدة وغير قادرة على تنفيذ كل البرنامج الحكومي إذا لم يتوفر لديها الغطاء السياسي الدافئ وخصوصا أن موضوع الموازنة الذي هو حسب اعتقادي وقرارة نفسي أراه بأنه سوف يكون هو ربما المشكلة الأساسية التي سوف تتعرض لها الكتل السياسية في حال لم تقرد أي طريقة أو أخرى تعتقد أن تظهر وطفو خلافات في البرلمان عند مناقشة وإقرار أو محاولة إقرار وتصويت على الموازنة؟ أعتقد بأنه بإمكان الكتل والأحزاب السياسية أن لا تظهر لإعلام أو أي تصريحات غير مسؤولة قبل الاتفاق بصورة كاملة وشاملة على المواد الأساسية والاتفاقات الأساسية حتى ما بين الكتل السياسية وأقلم كردستان على سبيل المثال لأن هناك ربما سوف تكون تصريحات متسرعة ومبكرة قد تؤدي إلى انشطار المشهد السياسي وأن لا تكون هناك رؤية موحدة الموازنة اليوم هي تحتاج إلى معالجة بعض السلبيات الموجودة داخل التعينات على سبيل المثال وسلم الرواتب وبقية الأمور الأخرى التي تتعلق بورقة القوت والبطاقة التموينية وإلى ما شابه ولكن من أهم الأمور التي أعتقد بإمكاننا تصليط الضوء عليها وأخذها بنظر الاعتبار هو موضوع التعينات وموضوع المحاضرين والأجور اليومية التي هي اليوم باعتقادي سوف تكون إذا لم تحل هذه الأمور سوف تكون بمثابة شرارة حقيقية لانطلاق ثورة شاملة من قبل الشارع التعينات اليوم يجب أن تحل بأي شكل من الأشكال وأن يكون هناك تعظيم لموارد الدولة حتى لا تكون فرص العمل هي مقتصرة فقط بمسألة التعينات ويؤدي بنهاية المطاف إلى أن تكون الدولة هي الدولة الحامية أو الدولة الحارسة ولا نخرج من هذا المفهوم وعلينا أن لا نكون دائما متشائمين بل نذهب للإيجابية حتى لا يكون لدينا أي نوع من الاختلال السياسي وربما يكون هناك تسونامي حقيقي يضرب عمق الواقع العراقي طيب نخوض بالموازنة أكثر وهذا الملف المهم لكن سيد رياضة ليش الحكومة رئيس الوزراء تحديدا مركز من ضمن المنجزات على إبطال قرارات الحكومة السابقة ليش ما اعتبرها أنجاز؟ يعني بالتأكيد هذا أنجاز وأنا قد أختلف مع أخي أستاذ عمر في موضوع يعني حكومة الكاظمي كانت حكومة يعني لم يكن أداها بالمستوى المطلوب حتى بمستوى العلاقات الخارجية والعلاقات حتى بمستوى الخدمات وغيرها كانت هناك تخبط واضح وأعتقد هذه خطوة جدا مهمة وأعتقد هو إنجاز حقيقي فعلا لحكومة السوداني في إبطال هذه القرارات السيئة الصيت نقول صراحة يعني كانت هذه القرارات متخبطة وعشوائية واتقائية وأعتقد هذا يحتاج إلى تصحيح حتى يمكن أن نستطيع البناء بشكل يعني منسق والدولة تحتاج إلى بناء حقيقي وأعتقد هذه الحكومة جادة في عملية البناء البناء تحتاج إلى أبطال فعلا قوانين ربما شرعت أو كانت قرارات ربما حتى لم يكن لها غطاءا برلمانيا اتخذتها قصد حكومة تصريف الأعمال حكومة الكاظمي لذلك أعتقد هذه المهمة بالعكس كان هذا يعتبر إنجاز لهذه الحكومة لبناء قاعدة رصينة يمكن من خلالها السير باتجاه مشاريع أيضا واعدة وربما تحسن الواقع المعاشي والخدمات للمواطنين وكان ضروري أن يتم الغاء هذه القرارات حتى يمكن السير بنهج صحيح وواضح حتى يمكن من خلال أن يستشف المواطن تغيير حقيقي على مستوى الخدمات على مستوى المعيش وغيرها من الأمور التي تماثمه مباشرة مع المواطنين نجاح الحكومة هو ما يعتمد بشكل كبير على الدعم البرلماني التشريعي لكن هذا الدعم الذي شهدناه منذ بداية تشكيل الحكومة حتى اليوم هل سيبقى مستمر إلى الفترة القادمة؟ يعني هناك حقيقة لنكن صريحين يعني هناك منهاج وضع من قبل هذه الحكومة وهناك كان توافق بين أغلب القوى السياسية المشكلة لتحالف إدارة الدولة هناك يعني ربما نقول لأول مرة هناك إجماع من أغلب القوى السياسية لدعم هذه الحكومة ومنهاجها التصحيحي بالتالي أعتقد هذا الدعم سوف يستمر خاصة من قوى الإطار التنسيق والقوى الأخرى يعني حتى القوى الكردية وتحالف سيادة وغيرها من القوى ربما قد يتم الاختلاف في موضوع الموازنة أنتم طرحتوا موضوع الموازنة فعلا يعني تكون هناك بعض الاختلافات بين خاصة الجانب الكرد ليش ترجحونك وخلافات راح تظهر بالمستقبل وهناك انسجام كما ذكرت سيد رياضة ما بين الكتل السياسية يعني هو أنا أقول صراحة هناك انسجام على أغلب المنهاج الوزاري وهذا سوف يعني 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 يعجل في سير في نهج صحيح بحكومة السوداني وبالتالي يعاطدها في تنفيذ هذا البرنامج لكن نقول أن الموازنة قد يعني تكون هناك خلافات فقط في الجانب الحزب الديمقراطي باعتبار الحزب الديمقراطي هناك له رؤية مختلفة بالموضوع مثلا لحد لا لم يتم قرار النفط والغاز وبالتالي لا يمكن أعتقد هناك قرار أيضا للمحكمة الاتحادية بهذا الخصوص بضرورة تسليم النفط والغاز للمركز وحتى اختلاف في نسبة الإقليم يعني الإقليم يريد 17% وأعتقد ربما في وضع وزارة التقديم العراقية ربما تعطيهم 14 يمكنه كسر تقريباً بالمية وأعتقد هذه النسبة قد لا ترضي الحزب الدموقراطي قد ترضي الاتحاد الوطني هناك أيضاً اتفاق مع الاتحاد الوطني والإطار التنسيق وبقية الكتل على تمرير الموازنة ربما تمرر أيضاً لكن بعد إجراء بعض التعديلات عليها وهذا لا أعتقد يعني يؤخر عمل الحكومة بالعكس سوف تستمر في هذا النهج قد تواجه بعض الصعوبات الحكومة نعم نقول صراحة من تحديات خارجية مثلاً ربما من الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأخرى في موضوع الدولار وغيرها في تسليم حصة النفط أقصت في الفرينج الفيدرالي وهذا قد يعني لاحظنا هذا اللمسناه في موضوع صعود الدولار ولكن هناك معالجة حقيقية من قبل حكومة السوداني خلال الأيام المقبلة لمحاولة إنزال سعر الدولار يعني قد يكون هناك تغيير في آلية عمل البنك المركزي وغيرها وهناك أيضاً دعم من قبل القوة حتى في البرلمان لهذا التوجه لحكومة السوداني المرحلة المقبلة طيب سيد عمر نجاح الحكومة بالملفات التي ذكرتها حضرتها قبل قليل إلى أي درجة مرتبط بالموازنة؟ يعني خلينا نتكلم بصراحة الحكومة تشكلت بعد أن كان هناك مخاطر سياسي عميق وخلافات سياسية أدت إلى انسحاب التيار الصدري اليوم إذن هناك شروط وضمانات تقدمت بها بعض القوى السياسية من قبل المتحالفين مع الإطار التنسيقي وأخص بالذكر تعالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني بالإضافة إلى بقية الكتل السياسية اليوم التحديات التي هي غير تحديات تحدي الموازنة أعتقد ب هل سوف يكون هناك تنفيذ حقيقي تلك الضمانات التي أعطيت للكرد والسنة أعتقد بأنها هذه هي ستكون مرهونة بجدية القائمين على المطبخ السياسي بتنفيذ مثل هذه هذه الشروط أو الضمانات نعم لكن الموازنة بكل الأحوال هي أخطر ما سوف تمر به الكتل السياسية على اعتبار بأن هناك صداع نصفي ما قد يؤرق الاتلاف إلى إدارة الدولة وحكومة السيد السوداني بسبب التعينات التي تطرقنا إليها قبل قليل لأن هناك عداد كبيرة من العاطلين عن العمل هم بانتظار التعينات وهم بانتظار أن تكون هناك نقلة نوعية من الأجور اليومية على سبيل المثال أو المتعاقدين إلى مرحلة التعينات على الملاك الدائم لذلك سوف تجد بأن تعظيم موارد الدولة في المرحلة المقبلة هو من أخطر التحديات التي سوف تواجه حكومة سيد محمد الشاعر السوداني ولا يمكن أن تكون هناك مصادر وتعدد مصادر الدخل إذا لم تتوفر الإرادة السياسية لأن تكون هناك زراعة وصناعة حقيقية وتفعيل بعض الملفات بعض المفاصل مفاصل الدولة المهمة من أجل أن تكون بمثابة دخل إضافي لخزينة الدولة العراقية علينا أن نتفاعل سيد عمر الكثير من النقاط التي جاءت بالبرنامج الحكومي مشاريع خدمية وغيرها هي بحاجة إلى هذه الموازنة وبحاجة إلى عمل الفرلمان ومتوقفة عليه بالمقابل شنو مخاطر تأخير إقرار الموازنة العامة بصراحة شديدة من أهم من أكثر المخاطر التي ربما سوف يعني تكون على أرض الواقع في الأيام المقبلة في حال لم تتوفر هناك موازنة أعتقد بأن هناك يعني سوف يكون سخط جماهيري واسع سوف يؤثر على يعني عمل ويربك عمل حكومة السيد محمد الشاعر السوداني الذي نحن بأمس الحاجة اليوم إلى دعمها بأي شكل من الأشكال من أجل تجاوز هذه المرحلة دون تداعيات ربما تؤثر على المشهد السياسي المقبل ومن ضمن تلك الأمور الأخرى التي ربما سوف تؤثر هو هل سوف يكون هناك حل حقيقي لمشكلة الأموال التي سوف تأتي من من البنك الفيدرالي الأمريكي أعتقد أن هناك سوف تكون هناك تحديات جديدة وربما سوف تكون بمثابة يعني سياسة التلويح بالعصر الغليظة لحكومة السيد محمد الشاعر السوداني على اعتبار بأن سعر صرف الدولار أيضا هو كان من من أول الداعين إلى خفض هذا هذا صرف سعر الصرف في المرات السابقة إذن المسألة هي عبارة عن عدة نقاط تأخذ بسلة واحدة ولكن إحدى النقاط الأخرى الأساسية التي جاءت في المنهاج الحكومي باعتقادي هو موضوع الذهاب إلى انتخابات مبكرة ولحد هذه اللحظة هناك تماهي باعتقادي في هذه النقطة ربما فريق من الشارع يقول هل هي الذهاب إلى انتخابات مبكرة انتخاب مجالس المحافظات أم أنها لانتخاب وربما أنها سوف تعتمد بشكل كامل على مدى نجاح أو إخفاق حكومة السيد محمد الشاع السوداني بأول ست أو سبع نقاط من تنفيذ البرنامج الحكومي كل ذلك هو مرهون بالإرادة السياسية ودعم الكتل السياسية لحكومة السوداني لنهاية المطاف حتى لا يكون هناك تنصل عن ما تم اتفاق عليه في مرحلة ما قبل تشكيل الحكومة تعتقد سيد رياض أن البرلمان بعودته إلى فصله التشريعي الجديد ممكن أن يساهم في ضبط سعر صرف الدولار يعني هي أعتقد البرلمان ربما قد يعني يطلب من ناحية أنه الرقابة على أداء البنك المركزي هناك نقول صراحة لاحظنا خلال الفترة الماضية سوء إدارة من قبل البنك المركزي يحتاج إلى تغيير آلياته أو عمله في موضوع مثلا مثلا مزاد بيع العملة هناك نوعا ما ربما وضع من ناحية الاستيراد والتصديق أقصد من قبل المستوردين يجب الاحتماد على شهادات احتماد حقيقية للاستيراد أيضا غيرها من الأمور التي تحتاج إلى تغييرات النوع المضاربة البنوك التي يسمح لها هناك جانب صحيح الوئة المتحدة الأمريكية يعني قللت المبالغ أو الصحوبات من البنك الفيدرالي هذا أيضا ساهم لكن تحتاج إلى تغيير وإلى مراقبة من قبل الجهة البرلمانية لأداء البنك المركزي ولا الحكومة في الفترة المقبلة لكن نقول صراحة هناك تصريحات من قبل الحكومة في محاولة يعني تنزيل هذا السعر قد تتخذها بموضوع يعني من يعطى البنوك التي تعطى الأسعار الصرف الرسمية من خلالها قد يتم مثلا ضخ مبالغ إضافية إلى المستحقين مثلا في السفر وغيرها للعلاج وهذا أيضا قد يساهم مساهمة فعلية في إنزال هذا السعر ولكن أيضا تحتاج إلى رقابة حقيقة لاحظنا أنه خلال الفترة الماضية لم يكن أداء مجلس النواب في كجهة رقابية لأداء الحكومة يعني اللجان رقابية لم يكن بالمستوى المطلوب تحتاج إلى تفعيل هذه اللجان وإلى مراقبة وإلى دراسة يعني معمقة من قبل البرلمان لأداء البنك المركزي حتى يتم من خلاله وضع الخطط البديلة لتنزيل هذا السعر هنا عدنا إلى ضرورة الانسجام ما بين الكتل السياسية والبرلمان والعمل التشريعي مع العمل التنفيذي أو تجاوز هذه العقبات الاقتصادية خصوصا بما يهم موضوع الموازنة هنا الانسجام ما بين البرلمان والعمل الحكومي سيأتي أكله بالتعاطي مع هذه العقبات بكل تأكيد يعني هذه نقطة جدا مهمة إذا كان هناك انسجام حقيقي بين الكتل السياسية داخل البرلمان وبين سير الحكومة ونهج في الأصلاح سوف يكون له يأتي أكله بشكل يعني يمكن أن يساهم في الإسراع في إجراء التغيير حقيقي على المستوى مثلا نقول الخدمات مشاريع يعني موضوع أقرار القوانين الملحة مثلا التي يحتاجها الشارع يعني مثلا موضوع الرعاية الاجتماعية وتوسيعاته موضوع يعني السلم الرواتب وهناك فوارق بين نقول نكون صريحين بين الوزارات في الرواتب تحتاج إلى توحيد هذا السلم وبالتالي تقليل هذه الفوارق تحتاج إلى مثلا قانون اللي يخص تعيين أو تثبيت المحاضرين هذا تحتاج إلى عمل وإلى انسجام حقيقي بين القوى أو البرلمان المشكل يعني القوى المشكلة فيها البرلمان مع أداء حكومة تحتاج إلى مشاورات لنكون صريحين أيضا بين القوى السياسية المشكلة التي تحالف إدارة الدولة لإجراء مشاورات وإتفاق على استراتيجية محددة من خلالها يتم إقرار هذه القوانين حتى يمكن أن تمرر بسهولة وبدون حتى موضوع الموازنة التي أصبحت ضرورة ملحة يحتاجها الشارع ربما إذا تم إقرارها بأسرع وقت سوف تساهم أيضا بالعجلة هذا التطور النوعي خاصة في المستوى الخدماتي والمستوى المعيشي للمواطنين أصبحت هناك طبقات تحتاج إلى دعم خاصة القطاع الخاص هناك نية من قبل الحكومة إلى دعم القطاع الخاص والمشاريع الاستثمارية وهذا أيضا يحتاج إلى دعم القوى داخل البرلمان لهذا النهج في الحكومة ولذلك أعتقد إذا كان هناك انسجام سوف ينعكس إجابا على أداء الحكومة طيب سيد عمر ما ذكرتموه وركزتم عليه ما يهم الشارع تعينات تثبيت عقود تثبيت محاضرين أصحاب الشهادات العليا وغيرها يعني الحكومة هل تعتقد هناك بهذا الجانب يعني بالتعامل مع هذه النقاط التي تهم الشارع تعتقد أنها ألقت بالكرة بملعب البرلمان الشارع هل سيلوم البرلمان في حال أخفق في حل أي من هذه الملفات يعني بصراحة شديدة موضوع التعينات والعقود والجور اليوميين هي فقط ليست فقط من مسؤولية الحكومة وخصوصا هذه الحكومة الحكومة الحالية هي تحتاج إلى وضع لمسات حقيقية وبدأ من نقطة شروع لتكون باكورة عمل من أجل إنهاء موضوع ملف التعينات اليوم باعتقادي نحن بأمس الحاجة إلى أن فتح منافذ أخرى للتعينات على سبيل المثال في القطع الخاص وبقية القطاعات الأخرى أو الحقول الأخرى التي تؤدي إلى توفير فرص العمل لحملة الشهادات وبقية العاطلين عن العمل اليوم الدول المتقدمة كما ذكرت لك خرجت من مفهوم الدولة المعيلة أو الدولة الحارسة وأصبحت تتجه إلى الإدارة المالية الرقمية وهذا هو أيضا سيؤدي بنهاية المطاف إلى مكافحة الفساد الذي سوف يوفر خزين مالي جيد واستراتيجي يؤدي إلى توفير فرص العمل إذن نحن بحاجة إلى الانتقال من الطرق الكلاسيكية القديمة التي متبعة في إدارة الموارد واتباع مناهج جديدة واستراتيجيات نوعية كما تعمل بها الدول المتقدمة اليوم للأسف الشديد أود أن أقول العراق يحتل المرتبة 164 من مجموح من التسلسل من 194 في مؤشر مدركات الفساد وهذا هو من أخطر ما سوف يؤدي إلى ربما زعزعة الثقة المواطن بشكل كامل بالإدارة الدولة إذن نحن اليوم بحاجة إلى أن تكون هناك تعظيم لموارد الدولة عن طريق فتح منافذ جديدة وعن طريق أن يكون هناك سبل جديدة لإنهاء ملف التعينات لأننا قد وصلنا إلى تخمة حقيقية من التعينات الوظيفية لأن الهيكل الوظيفي في العراق اليوم أصبح اليوم هو قابق أو سين مؤدنة أو أدنة من الانهيار حتى وأعتقد بأن بطالة المقنعة اليوم ينبغي أن تقف عدحدها وأن توفر الدولة أو الحكومة وبالتعاون مع البرلمان فرص جديدة من أجل احتواء الشباب بطريقة أخرى من غير الطرق الكلاسيكية المتبعة سيد عمر سيد رياض شكرا لكم وأرجو أن تبقى معي سوية مع جمهورنا ومشاهدنا الكرام ننتقل سوية إلى ملفنا الآخر وأبرز ما جديد ترحب بكم مشاهدنا الكرام في حصادنا لهذه الليلة والملفع الثاني وبداية نبارك لكم ولكل الجمهور فوز العراق في مباراة اليوم أمام السعودية بهدفين مقابلة لا شيء ونرحب مرة أخرى بضيوفنا الكرام بالصوت والصورة من بغداد المحلل السياسي الأستاذ عمر الناصر والمحلل السياسي المحلل السياسي السيد رياض الوحيال يلهم بكم سيد رياض مرة أخرى وبداية سيد رياض كيف تبعتم أداء العراق ونجاحه بإقامة بطولة خليجي خمسة وعشرين يعني بالحقيقة لاحظنا أن هناك تحضيرات كانت مسبقة لهذا الحدث المهم والفاعل خاصة أن هناك كان فترة انقطاع طويلة عن إقامة هذه المباريات أو هذه البطولات يعني استمر ربما أربع وربعين سنة يعني لكن هناك التحضيرات والبطولة والافتتاحية البطولة كانت رائعة جدا وأبهرت حتى رئيس الفيفا اللي كان حاضر هناك فعلا تطور نوعي في الملاعب العراقية حتى أبهرت الجماهير الخليجية التي أتت للمشاهدة وحتى الجماهير الأخرى من الدول العالم بالتالي هذا الحدث سوف يعني يؤثر تأثير إيجابي على لاحظوا مستوى الأمان مستوى الإمكانيات الموجودة المتوفرة لدى العراق كل هذا ساعد العراق على إقامة هذه البطولة الكبيرة وبالتالي هناك رضا حقيقي من أغلب الجماهير الخليجية وحتى الجماهير العربية وحتى عالميا باعتبار هذه البطولة تنقل حفر الأقمار الصناعية إلى جميع العالم ويمكن مشاهدته يعني الملاعب كانت هناك دقة في التنظيم ومتابعة المباريات بشكل فاعل وبالتالي أصبح هذا الإنجاز يحسب لهذه الحكومة والقائمين بالاتحاد الكرة ولوزارة الشباب وبالتالي أعتقد العراق قادر على إقامة أيضا بطولات أخرى يعني يستطيع إقامته بتوفير الجوانب الأمنية والجوانب الأخرى للتنظيمية لهذه البطولة فعلا كان هناك تنظيم عالي ودقة وهناك إشادة من أغلب حتى المسؤولين الخليجين في هذه القمار سوف تنعكس هذا الحدث على الصورة الجديدة لأثانهم بإجراء ربما في الاستثمار في البصرة وبقية المناطق وبالتالي سوف تنعكس إيجابا على المجمل الوضع الاقتصادي والتجاري وغيرها من المشاريع التي ربما سوف تساعد العراق في عادة الصورة أو رسم الصورة الحقيقية لهذا الإنجاز أرجع لك إلى الجانب الاقتصادي الذي يعتبر مهم جدا في هذه المرحلة لكن أرحب بك مرة أخرى سيد عمر برأيك ما مدى أهمية نجاح العراق بإقامة البطولة أو أهمية هذه البطولة للعراق يعني في الحقيقة هو العراق عودنا منذ الأزل على أن تكون لديه لمسات نوعية في كل الظروف وفي كل المواقف اليوم أعتقد أننا بحاجة إلى أن نزيد من الزخم الإعلامي على مثل هذه البطولة لأنها أصبحت في حقيقة الأمر هي الدخول إلى بوابة الرياضة من جديد وأصبح العراق هو بعد أن فشلت السياسة في تقريب وجهات النظر ما بين العراق وأشقاءه العرب اليوم بدأت الرياضة تؤكد بأن لا يجد هناك فروقات ما بين الدول العربية والعراق وإذا كانت هناك عوامل خارجية سياسية قد أثرت على التشقق العلاقات ما بين العراق ودول المنطقة فقد أصبحت الرياضة اليوم هي البوابة الرئيسية التي تذهب برسائل إيجابية وتطمينية من أجل أن يعدل العراق إلى المساعدة الحقيقة أن هناك ارتباط وثيق ما بين الرياضة والسياسة يعني بالحقيقة أنا ذكرتها في كل الأوقات إذا أردنا أن يكون هناك انتعاش اقتصادي فينبغي أن يكون هناك استقرار سياسي وإذا أردنا أن نريد وإذا أردنا أن يكون هناك ريادة في الرياضة والثقافة وجميع المفاصل حياة الأخرى فينبغي أن يكون هناك استقرار سياسي أولاً إذن اللبنة الأساسية والكتلة الإسمنتفولاذية التي ترتكز عليها جميع مفاصل الدولة العراقية هي تبدأ من الاستقرار السياسي ولا يكون هناك استقرار سياسي إذا لم تكن هناك رؤية موحدة وعلاقات دولية داخلية وخارجية جيدة ما بين دول المنطقة نحن بحاجة إلى أن تكون لدينا علاقات احترام متبادلة ما بين العراق ودول المنطقة وأن يكون العراق هو البوابة الحقيقية للانفتاح على دول العالم وأن لا يكون من ضمن سياسة المحاور التي قد أتعبتنا وأوصلت المشهد العراقي إلى ما نحن فيه الآن إذن نحن اليوم بدأنا بأولى خطوات إعادة العراق إلى مكانته وصدارته بين دول المنطقة من ناحية النفوذ والريادة وعلى القائمين على هذا المفصل أن يزيدوا من الزخم الإعلامي وأن يكون للإعلام له الدور حقيقي في إظهار الإيجابيات والابتعاد عن القنوات السياسية الصفراء التي تحاول دق الأسفين في المشهد السياسي أو الذهاب إلى أي سلبيات ربما تؤثر على شكل العلاقات ما بين العراق ودول المنطقة على ذكرك للسلبيات ليش كان هناك تركيز من بعض قنوات أو بعض صفحات في وسائل التواصل الاجتماعي على بعض السلبيات في حين أن الجمهور الخليجي هو من تصدى لها يعني في كل الأوقات لابد أن يكون هناك بعض الطفيليات والجراثيم التي بحاجة إلى بفباف السياسة الذي من أجل أن يكبح جماحها وأن لا يدعاها تنتشر في الهواء كما رأينا بعض القنوات الصفراء أو صفحات التواصل الاجتماعي التي ربما كانت تريد أن تقلل وتقزم من حجم هذا المشروع العملاق أو هذا الحدث الكبير الذي شهدته مدينة البصرة الإنجاز الذي سيتحقق بنهاية هذه البطولة هو إنجاز عراقي خالص ويكلل لأهل البصرة بالتحديد ولجميع المحافظات العراقية لذلك أصبحت اليوم هي المسؤولية التضامنية وعلى وسائل الإعلام توخي الحذر لأن خدش سمعة العراق هو بنهاية المطاف سوف يؤثر إلى نختمه ممكن سيد عمر تحديدا تصدي الجمهور الخليجي لهذه المحاولات أو الدعاية الزائفة يعني أنا أعتقد بأن ردود الأفعال التي جاءت من قبل الجمهور الخليجي عند زيارتهم لمدينة البصر والفرح التي كانت تغمرهم والكرم الذي رأوه أمامهم أعتقد بأنه كان يكفي بأن يقال بأن هذه البطولة ناجحة إذن لا تهم بعض الفرقعات الصفراء التي ربما هنا وهناك سوف تظهر والفقاعات لأنها هي بمثابة الأمر سوف تكون هي أشياء بسيطة لن تؤثر على جودة الأداء وأنا أعتقد بأن هذه البطولة سوف تكون هي المطلق الحقيقي لانفتاح العراق على دول الجوار طيب أعود لك سيدة رياضة ماذا عن أهمية هذه البطولة للبصرة تحديدا وكنت تتحدث عن الجانب الاقتصادي لكن أي جانب اقتصادي وأهل البصرة يبذلون الأموال في خدمة الجمهور الخليجي والعربي وحتى الجمهور من محافظات العراق البقية الأخرى من استضافة ومآدب طعام وغيرها من الخدمات يعني لنكون صريحين هناك كانت توجس حقيقي قبل أقامة البطولة وهناك حتى قنوات ربما حتى كانت خليجية يعني تتوجس وتتخوف من وضع الأمني وغيرها من الأمور وأن العراق غير قادر على تنظيم هذه البطولة وغيرها لكن عندما قيمت هذه البطولة بهذا الشكل ولاحظوا مستوى الأمان ومستوى الإقامة بشكل كبير ومستوى الأمني كان رائع جدا وهناك كرم كبير كان من قبل وهناك حفاوة استقبال يعني كل هذه ربما عكست الصورة الحقيقية وبالتالي لاحظنا هناك تصريحات لكثير من المواطنين الخليجيين بأنهم يعني ربما كانت الصورة السلبية السابقة تغيرت لديهم عند مشاهدة البصرة ومستوى الإعمار الذي فيها وغيرها والحجم المحبة من قبل الجمهورة والجماعير البصرية لاستقبالهم كل هذا سوف ينعكس أنا أقصد مستقبلا على الواقع هناك من صرح بتجار وغيرهم مستثمرين ربما خليجيين بأنهم سوف يقيمون مشاريع في البصرة هذا سوف ينعكس إيجابا هناك البصرة هي فعلا قبلة أو القلب النابض للعراق فيها موانئ فيها يعني حركة اقتصادية ربما سوف تنشط من خلال عملية الاستثمار وعملية التبادل التجاري كل هذا سوف ينعكس إيجابا على مستقبلا حتى المستقبل القريب على التنظيم الحقيقي لهذه البطولة سوف ينعكس أيضا من ناحية الإعلام ومن ناحية التنظيم سوف ينعكس على التبادل التجاري على تقليل نسبة البطالة في البصرة وبالتالي هذا سيساهم حقيقة في إنعاش الاقتصاد في البصرة وفي عموم العراق لا شك إنه إذا كانت هناك تعافي للبصرة سوف ينعكس هذا التعافي على مجمل الوضع العراقي وأعتقد هناك جدية حقيقية من قبل هذه الحكومة وحتى الحكومة المحلية في البصرة لتنشيط المشاريع وليكمال المشاريع الأخرى المتلكية وبالتالي هناك حجم استثمار سوف يكون كبير مع هذه الدول الخليجية وحتى خارج الدول الخليجية وبالتالي هناك حتى ربط سككي مع الجمهورة الإسلامية هذا أيضا سوف يسام في نقل البضائع وغيرها إذن هناك حركة سوف تساهم هذا في مجملة في تنشيط الاقتصاد العراقي بالعموم طيب سؤال أخير لكم سيد عمر هذا الاستقبال الحافل الذي شهدناه من قبل أهل البصرة والعراقيين للأشقاء من العرب والخليجيين هل ساهم بتقليص هذا الشرخ القديم الذي تسبب به النظام المبادر؟ يعني بلا شك كرم أهل البصرة وحفاوة الاستقبال والحرارة التي تقدموا بها لأخوتهم الخليجيين هي تكفي بأن ترطب الأجواء بطريقة أو بأخرى نعم سياسات النظام السابق لم تكن جيدة وكانت هناك سلبيات كثيرة اليوم التدور هذه المرحلة بهذه الطريقة بعد أربعين عام من الانقطاع عن الرياضة وعدم تصنم العراق لأي بطولة سوف يكونه بمثابة فتح الطريق أمام مشاريع أخرى أعتقد بأننا بحاجة اليوم إلى التركيز على موضوع الأمن والسلم المجتمعي الذي يبدأ من بوابة الرياضة وإذا نجحنا بمثل هذا الموضوع سوف تكون هناك علاقات دولية ما بين العراق ودول المنطقة التي تأثرت بسبب سياسات النظام السابق ممكن أن تكون لهذه البطولة فعلا انعكاسات إيجابية على جانب العلاقات الدولية مع دول الخليجة ممكن فتح علاقات جديدة يعني ينبغي استثمار هذه الفرصة وهي أعتقد بأنها هي فرصة مناسبة لأن وجود الشقاء الخليجيين في العراق في هذه الفترة بالتحديد هو من أنسب الأوقات وأعتقد بأنه هو دعم غير مباشر لحكومة سيد محمد الشعاع السوداني لإعادة العراق إلى الحظن العربي والانفتاح على دول المنطقة بشكل عام نحن بحاجة إلى التوازن مع الدول جميعا وأن نعيد بناء الإنسان العراقي من جديد وإعادة بناء البيت العراقي من جديد وأن تكون هناك علاقات نوعية ما بين العراق وأشقاءه العرب حتى تكون هي البوابة الحقيقية لانفتاح حقيقي للمستقبل القادم بغض النظر عن الخلافات السياسية الموجودة على أرض الوقت المحلل السياسي الأستاذ عمر الناصر شكرا لك كنت ضيفا كريما وشكرا جزيلا لكم المحلل السياسي الأستاذ رياض الوحيلي كنت ضيفا كريما وشكر موصول لكم مشاهدين إلى هنا وصلنا وياكم وضيفنا الكرام إلى ختم حصادنا لهذه الليلة وإلى اللقاء في حصادنا آخر